السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نكون مع المقاومة ونفوز بنفس الأجر والثواب تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بيتمنى كل مسلم حر على وجه الأرض أن يكون مع المقاومة الفلسطينية ليفوز بشرف قتال اليهود والدفاع عن المقدسات وعن الأرض المقدسة وعن المسجد الأقصى وليكون مع الطائفة المنصورة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قيل في رواية أخرى قيل أين هم يا رسول الله قال هم ببيت المقدس وأفناء بيت المقدس أي وما حول بيت المقدس طيب لكن الطرق الآن كلها مغلقة وتحول بيننا وبين الوصول إليهم فماذا نصنع لنكون مع المقاومة مناخذ نفس الأجر والثواب سبع حاجات رقم واحد لابد أن نعلم أن مقاطعة كل منتجات الصهاينة بل ومنتجات الدول التي تدعمهم كأمريكا وكل دول أوروبا كل هذه المقاطعة تعتبر مقاومة رقم اثنين لابد أن نعلم أن دعاءنا لهم لأهل غزة تعتبر مقاومة سبع رقم ثلاثة لابد أن نعلم أن تبرعنا بالمال من أجل إنقاذ أهلنا في غزة يعتبر مقاومة وجهاد بالمال رقم أربعة لابد أن نعلم أن نشرنا لنصرة قضية هؤلاء الأفاضل يعتبر مقاومة نحن ننشر قضيتهم ونعرف الناس أنهم أصحاب الأرض وأن أرضهم محتلة من قبل الصهاينة المعتدين وأن أهل غزة وأهل فلسطين مظلومين وأن تلك أرضهم بفضل الله سبحانه وتعالى وديارهم فنشرنا لتلك القضية يعتبر مقاومة رقم خمسة متابعتنا لأخبارهم وأن نفرح لفرحهم وأن نحزن لحزنهم يعتبر مقاومة رقم ستة أن نفضح جرائم الصهاينة في كل وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مقاومة رقم سبعة إيصال الطعام والشراب والدواء والوقود لهم يعتبر مقاومة فمن عجز عن فعل أي شيء من تلك الأشياء فما عليه إلا أن يستحضر النية الصالحة الصادقة أنه لو تمكن من ذلك لفعل ذلك من أجل أهلنا وأحبابنا في غزة وفلسطين فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم حينما كان النبي في غزوة تبوك قال حينما وصل إلى تبوك قال للصحابة إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وفي رواية إلا شركوكم في الأجر قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وفي رواية عند البخاري أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش هذه سبع حاجات ألتهى لحضراتكم تجعلنا نكون مع المقاومة إن شاء الله ونفوز بنفس الأجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يطهر الأرض من دانس اليهود وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته